اشتركوا في القناة ضمن أفليم هالأسبوع فيلم الساينس فكشن من مخرج The Sixth Sense و Unbreakable فيلم بيحكي عن حارس بيستعمل قدراته الغير طبيعية لملاحقة رجل مختل عقلياً وعنده 24 شخصية مختلفة مع بروس ويلس، جيمز مكوفوي، ساميول أل جاكسن، وسارا بولسن الكتابة والإخراج لأم نايت شاملان اشتركوا في القناة وفيلم الكوميدي عن علاقة بين رجل غني ومشلول كلياً وبين رجل عاطل عن العمل وعنده سجل إجرامي بالوقت اللي بيتم استخدامه لمساعدة هالرجل المشلول الفيلم بيطرح القضية بنظرة كوميدية مع كيفن هارت، ميكول كيدمن، وبراين كرانستن أحياناً والفيلم التاريخ الفرنسي عن فرانسوى بيدوك اللي عاش تحت حكم نابوليون وكان الشخص الوحيد اللي قدر يهرب من اعظم حكم واعتبر استورة من بعض غروبو اللي كان واقع مدوه مع أولغا كوريلانكو وينسان كسل ويني مينوشي سعرف مدوه سعرف مدوه ولكن بعض المساعدة من المدوهر لا يتحقق من المدوهر ثم يتحقق من بعض غروبات أنت ليس عائلة لا؟ أنا أخبار أخبار؟ نعم أخبار، لا أريد أن أكون مساعدة ولكنها أخبار ماذا تحقق ذلك؟ تحقق ذلك تحقق ذلك تحقق ذلك وفيلم البيوغرفي عن كاثرين ويلدن رسامة ببروكلين بفترة 1890 بتسافر على داكوتا لترسم بورتري هونيك وبتعلق بصراع شعب للحصول على حقوق أردن مع Jessica Chastain, Louisa Croce وSam Rockwell They'll massacre us all This is what the general wanted all along And deep down that's what the bull wants too There are terrible things that have happened here in the past I'm just here to paint a painting My name is Ben Aronoff I'm a self-made millionaire And an offshore boating champion My boats have one hundreds of races Oh yeah They've also moved 100 million pounds of cocaine through Miami You can't say Miami without saying Ben Aronoff Big Ben Mr. Vice President We just got us of government money وفيلم الأكشن Speed kills عن رجل مليونير وبطل باستباقات الزوارئ السريعة عايش حياة مزدوجة بتوقعوا بمشاكل مع القنون ومع مافيا المخدرات مع جون ترافولتا جينيفر إسبوسيتو مايكل ويستن وماثيو مودي من بعدها الجولة على صلاة السينما والعودة للستوديو رح أتركوا هلأ تترافقوا مع شافة حسين مزيد من التفاصيل والتحضيرات لأربع أطباق عم بيحضرها اليوم ورشة ملح صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تليفزيون المستقبل اليوم في عنا أربع وصفات بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح طبعا حضرنا البانكيك بالبطاطا هيدا أول طبع حضرنا كمان كيك الشوكولات السريع وأيضا بعد في عنا وصفتين كيك الشوكولات السريع لكن حطينا على النار طنجرة في بقلبها زبدة لذيبت الزبدة ضفنا الكاكاو بعد ما ضفنا الكاكاو ضفنا ماي طبعا تكون ماي فاترة صار عندي خالية عبارة عن زبدة عن كاكاو بالإضافة للماء الفاترة صار عندي هيدا أول خالية أما في عندي خالية تانية جبتهم حطيتهم قدامي لبن خلطتهم مع بعض لبن بالإضافة للبيض بالإضافة للبيكينج باودر وأيضا الفنيل خلطتهم أيضا وضفتهم فوق خليط الموجود عندي على النار زبدة مع الكاكاو بالإضافة للماء صار عندي لكان تنجرة فيها خليط بيض فنيل كاكاو أيضا في عندي ماء وفنيل بايكينج باودر خلطتهم كلهم مع بعض جبت خلط كهربائي حطيت بالخلط الكهربائي طحين وأيضا حطينا سكر وجبنا الخليط الموجود على النار ضفناه فوق الخليط طحين والسكر موجود بالخلط الكهربائي اللي حصلنا على عجينة متماسكة ونعمة وأيضا رخوة جبنا قالب دهن بالزبدة مع رشة طحين سكبنا الخليط بقلب الآلب وفوتنا الآلب على الفرن على حرارة 180 لحتى استوى قالب الكيك تقريبا أخذ معنا 45 دقيقة أما الصلصل عم بتشوفوها على وجه هالكيك هي عبارة عن سكر بودرة بالإضافة للحليب غليتهم على النار وحطيناهم على الوجه طيب زي أني بنعنا وهيدا كان أول طبق لحلقتنا لليوم أما بالنسبة للبانكيك البطاطا لكان المقادير عم نشوفها قدمنا على الشاشة بانكيك البطاطا كمان سلقنا بطاطا وطحنا البطاطا ضفنا لقلها بيض ضفنا لقلها جبنة شادر ماب بروشي أو إيمونتال أو موزاريلا اللي بتكون مع ملح وفلفل أسود خلطنيهن وعملنيهن بالطوية مع عليل من زيت الزيتون أو الزبدي بيضل في عنا الصلصة راح نحضر الصلصة أنا وياكم طبعا بعد شوي أما هلأ راح جيب طواية بدي حط طواية لنبلش بالطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم لكن في عندي اللاية راح حطها على النار في بقلبها من زيت الزيتون راح بلش اللي اللحمة وضيف لللحمة لفلايفلي ونحضر خليط هو عبارة عن طحينة بالإضافة للبن راح نخلطن ونضيف لقلن فلفل أسود وأيضا رشة ملح ما راح نحط معهم عصير حامض بس ولكن إذا بدكم فيكم تحطوا عصير حامض ما عندكم أي مشكلة لكن هايدي هون في عندي لحمة متل ما عم بتشوفوا حطينا اللحمة على النار وهيدي المقادير اللي كان عم نشوفها على الشاشة راح ضيف لللحمة أنا حضر عندي من الفلايفلي الحمرة بالإضافة عندي كمان من الفلايفلي الخضرة والفلايفلي الصفرة فلايفلي ثلاثة ألوان راح نحضر الفلايفلي ونضيفهم فوق خليط اللحمة لكان هون نحنا عم نحضر المعكرونة باللحمة هيدا الطبق معكرونة باللحمة مع صلصة لطحينة هيدا الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم طبعا عم نشوف المقادير لكان على الشاشة عندي اللحمة على النار الفلايفلي الحمرة بالإضافة للخضرة والصفرة خلينا نشوف أو أوكي ورح ضيف عندي فلايفي ثلاثة ألوان طيب الصلصة مثل ما خبرتكن هي عبارة عن طحينة بالإضافة للبن رشة ملح وأيضا في عنا فلفل أسود رح زيب الفلفل أوكي أنا بهالوقت طبعا أتذكر كل المشاهدين إذا حدا عنده أي سؤال بيحب يسألنا إيه فيكم تتواصلوا معنا عبر رقم الواتساب اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشة لكن مثل ما عم بتشوفه هالخليط أدي حلو طبعا مع الفلايفلي الملونة مع اللحمة مع الفلفل الأسود هالنكهة الطيبة هالطبق الشهي فيكم أنتو تحضروا بالبيت بطريقة كتير سريعة حتى خليني لكم شغلة ما بيحب الطحينة فيكم مع هيدا الطبق تحطوا من الكريمة تشيلوا الطحينة وتشيلوا اللبن وتشيلوا كل هالمكونات وتضيفوا بدال الطحينة واللبن تحطوا من طبعا تحطوا كريمة تعطيناكها كتير طيبة كيف يعني كريمة نحنا هيديك الجمعة ضمن فقرات رشة ملح حضرنا الكفتة المحشية الفستق حلبي جبنا كفتة وحشيناها فستق حلبي بعد ما استويت اللحمة حطيناها كريمة اخدت نكهة الكريمة من اللحمة ومن خواص اللحمة فهون نفس الشي الكريمة رح تاخد نكهة من ايضا خواص اللحمة وايضا من نكهة الفلايفلي طيب انا بهالوقت شو رح عامل رح جيب جات بهيدا الجات رح حط طحينة وراح ضيف ايضا لبن لكن متل ما شفته صار في عندي طحينة وصار في عندي لبن طبعا انا هون بذكر كل المشاهدين في عندي لهيدا الطبق اه حصت نشويات تاخدها من الباستا الباستا سلقة وجاهزة عندي الباستا رح ضيف الباستا مع هيدا الطبق او فيني حط كمان من الرز او فيني حط من البطاطا المهم بدي حصتنا شويات لحط يصير في عندي طبق غذائي كامل متكامل عنده كل الحصص الغذائية وكل القيمة الغذائية طيب متل ما بتشوفو عندي طحينة مع اللبن بالاضافة للملح بهالشكل كمان كمان في عندي فلفل اسود هيدا الطحينة جاهزة عندي شو رح اعمل انا بالطحينة خليني شوف متل ما بتشوفو هيدا اللحمة صارت تقريبا بلشت تستوي رح ضيف لهيدا اللحمة لطحينة اللي حضرنيها بس بدي اياها بعد شوية اللحمة تستوي لقدر ضيف خليط لطحينة لكن مشاهدين الصلصة جاهزة اللحمة مع الخضار ايضا كمان جاهزين في عندي الشربة شربة البندورة بتاني فكرة من فكرة ترشة ملح شوين البندورة وخبرتكن بالتفصيل عنها طبعا كيف شوينها وفوتناها على الفرن وايضا رح ارجع اخبركن بعد شوية اما هلأ خلينا نتوقف مع بريك اسير ونرجع سوى اشتركوا في القناة